موسيقى عليكم ورحمة الله وبركاته الطلبة والطلبات الأعزاء طلبة الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمرهم الكرام المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم الإنجليش فوريو أهلاً ومرحباً بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم الإنجليش فوريو أعيز الأول أقول لكم كل السنة وانتوا طيبين ونمضى المبارك عليكم جميعاً إن شاء الله والنهاردة مع بعض هنحل أسئلة الوزارة في مادة اللغة العربية تمهيداً امتحان بكرة بإذن الله وعايزين نشكر ميس حنان جمال اللي قامت بالحل وهنفهم مع بعض حل الأسئلة غالباً هيكون الامتحان إن شاء الله منها زي امتحانات الترم الأول بالزبط يعني إحنا مذاكرين تول السنة ومراجعين هنذاكر بها الأسئلة بتاعت الوزارة دي النهاردة إن شاء الله ونشوف الحل بتاعها عشان هي دي الأسئلة اللي هيجي منها في الامتحان طبعاً امتحانات المدارس مش موحدة كل مدرسة هتكون مختارة قطعة تحريرية معينة في الكراءة قطعة في النصوص ولكن هي دي إجمالي الأسئلة اللي هتيجي منها يعني هتبصت لقي المدرسة دي واخدينه الكطعة الأولانية مثلاً من الكراءة والكطعة التانية مثلاً من النصوص والسؤال مش عارفة خمس ستة أسئلة من النحو ومدرسة تانية واخده كطعة تانية وأسئلة تانية ولكن هي دي الأسئلة المجملة اللي منها هيتوزع الامتحانات على كل الإدارات وكل المدارس فيلا مع بعض نحلها ونشوف معناها إيه ونتضرب عليها عشان لما تجلنا بكرة في الامتحان يبقى الدنيا كلها متزبطة معينا إن شاء الله طيب هنبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عنا من غيوب واللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله ونبدأ مع بعض ونحل أسئلة الوزارة في مادة اللغة العربية طيب أول سؤال معنا بيتكلم عن الكراءة المتحررة والكراءة المتحررة يعني بيجيب لك قطعة قراءة أنت بتقراءها ومن خلالها بتحل الأسئلة اللي جاي عليها ما بقاش للكطعة علاقة بالدروس اللي أنت أخدتها في الكتاب ما بيجيب لكش درس من دروس الكتاب ويسألك في أسئلة فيه ولكن بالقياس على المعلومات اللي أنت أخدتها في الكتاب والدروس اللي أنت أخدتها في الكتاب هي دي نواتج التعلم إنه هو إديك معلومة معينة في الكتاب وبعدين بناءا عليها هجاب لك قطع متعلقة بهذه المعلومة وبعدين جاب لك اسئلة متعلقة بهذه المعلومة هتلاقي ان معاني المفردات مرت عليك برضو خلال الدراسة في اسئلة بتاعت الدرس بتاعت الترمي دوت وهتلاقي برضو الموضوعات اللي هو بيكلمك عليها انت اخدت حاجات شبيهة بيها وبالتطبيق عليها هتحل عشان هو عايزك تفكر وتطبق مش عايزك تحفظ هو دوت النظام الجديد في المنهج الجديد طيب هلمدأ بقى مع اول قطعة قراءة متحررة بنقول اقرأ ثم اجب يمكن تعريف اعادة التدوير بانها عبارة عن جمع المواد المستخدمة ثم تحولها الى مواد خام ثم اعادة انتجها لتصبح قابلة لاستهلاك مجددا لعملية اعادة التدوير اهمية كبيرة منها انها تساعد في الحفاظ على الاشجار حيث يستخدم الشجر في صناعة الورق فعند القيام باعادة تدوير الورق المستعمل يساعد ذلك في الحفاظ على الاشجار وتعد اعادة تدوير الورق ذات اهمية كبيرة في توفيق الماء كما تحافظ اعادة التدوير على المواد الطبيعية حيث انها تسهم في تقليل المواد الخام التي تستخدم في العديد من الصناعات طيب هنا بتكلمني عن اعادة التدوير واهميتها وان اعادة التدوير ديها اهمية كبيرة لانها بتساعدنا مثلا على الحفاظ على الاشجار ان انا بستخدم الشجر ده في صناعة الورق وبتساعدني كمان على توفير المياه وقعدة التدوير بتحافظ على الموارد الطبيعية لأنها بتقلل من المواد الخام اللي هنستخدمها في العديد من الصناعات طيب هو ده اللي احنا كنا عايزين نفهمه من القطع تعال نشوف بقى مع بعض الأسئلة بيقول لي استخرج من القطع مراضف استخدام طيب احنا نوجينا هنا نشوف ثم عادة انتاجها لتصبح قابلة للاستهلاك مجددا قابلة للاستهلاك مجددا دي معناها قابلة للاستخدام مجددا يبقى هنا مراضف استخدام هتلحها مقطع هلاقيها استهلاك طيب هنا بيقول لي مضاد مضاد دي يعني عكس ومراضف يعني معنى لما يجيب لي كلمة مراضف يعني عايز المعنى لما يجيب لي كلمة مضاد يعني عايز العكس لما يقول لي مضاد اصراف واحد بيصرف في الحاجة يبقى واحد بيوفر في الحاجة يبقى عكس طبعا اصراف هتكون توفير طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي ايه ذات أهمية كبيرة في توفير الماء مش عكس توفير الماء الإصراف في استخدام الماء يبقى إذن توفير هي عكس إصراف طيب جمع ورقة طبعا هنا برضو من القطعة هتلاقي إن هو بيتكلم لي على ورق الشجر وبيقول لي إن جمع الورقة طبعا إيه أوراق هتلاقي هنا هو جايب لي كلمة إيه أوراق بندور بس كده مع بعض على كلمة أوراق عشان أطلح لكم طيب هو عفوا طبعا مش أنا اللي حل الأسئلة اللي حل الأسئلة الأستاذة حنان جمال بس أنا جمعته لكم في بيدي إف وقلت أشرح لكم عشان أسهل عليكم الموضوع فعفوا هي الأستاذة هنا حل جمع ورقة أوراق وطبعا ده بيبقى صح بس هو هنا بيقول لي استخرج من القطعة فلازم أجيب من القطعة فهنا القطعة مش آيلة أوراق هي آيلة ورق فالمفهود هنا يبقى جمع ورقة ورق يبقى جمع ورقة المفهود تبقى ورقة ورقة يبقى جمعها ورق مش أوراق وقادي أهي مكتوب في صناعة الورق وجاي تاني وقادي بإعادة تدوير الورق إنما ما زكرش في القطعة أوراق فهنا هتبقى ورق هي جزاها الله خيرا برضو كمية كتبيرة فأكيد هي سوهي عليها بس وهي بتحل مش أكتر فاللي معايا البي دي اف خلاص يعملها إيه؟ يعملها ورق يلا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ده عمامة صح أو خطأ أمام ما يلي بيقولك عملية تدوير الورق لا تحافظ على الأشجار طبعا هو هنا قال لي من القطعة إن عملية تدوير الورق بتساعد في الحفاظ على الأشجار يبقى لما يجي يقول لي لا تحافظ أقول له طبعا الكلام دوت خطأ لأن انت جايب لي في القطعة وقال لي إنها تحافظ طيب بيقول لي عمليات إعادة تدوير تسهم في تقليل المواد الخام المستخدمة بالصناعات أي وهو هنا ايه اللي طبعا إنها بتسهم في تقليل المواد الخامة التي تستخدم في العديد من الصناعات يبقى إذن دي طبعا هتكون العنامة بتاعتها صح طب هنا بيقول لي لعمليات إعادة التدوير الكثير من الفوائد التي ذكرت بالقطعة والإحداها طبعا هو قال لي إن هي ليها فوائد كثيرة أول حاجة قال لي إنها بتساعد في الحفاظ على الأشجار كمان قال لي إن احنا بنستخدمها في صناعة الورق كمان قال لي أن هي بتوفر المية كمان قال لي أنها بتصم في تقرير مواد الخاملة بتستخدم في العديد من الصناعات فاختار واحدة منهم وكتبها هنا مثلا قلنا توفير الماء والمحافظة على الموارد الطبيعية طيب نشوف الكتعة اللي بعد كده بيقولني ده عنوان مناسب للقطعة اللي هي القتعة اللي احنا كنا نتكلم عنها دلوقتي ممكن العنوان المناسب بتاعها يكون ايه؟ ممكن نقول إعادة التدوير لأن هي القتعة كلها بتتكلم عن إعادة التدوير طيب الكتعة اللي بعد كده بيقول اقرأ ثم أجب بيقول المخلفات الإلكترونية زي الهاتف المحمول والتلفاز والحاسب الآلي والكاميرا والأجهزة المنزلية تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة عند التخلص منها بطريقة غير آمنة يعد انتهاء مدة صلاحياتها ويتزايد كم من نفايات المخلفات الإلكترونية سنويا بنسبة تصل إلى 21% وقد أطلقت الحكومة المصرية أول حملة لإعادة التدوير تلك المخلفات والاستفادة منها ويمكن الاستفادة من هذه المخلفات حيث تحتوي على نسبة كبيرة جدا من المعادن النفيسة والسقيلة التي ينبغي الاستفادة منها اقتصاديا بالإضافة إلى تقليل عمليات التعديد يجي برضو يقول لي استخرج من القطع مراضف يأخذ أنت ما بتجيبش المعنى ده من عندك أنت لازم تلاقي المعنى ده مكتوب في القطع فأنت مبدئيا عارف أن معنى يأخذ إيه؟ بناء عليه بقى تشوف المعنى ده موجود في القطع أو معنى تاني مشابه لي تمام؟ طيب هنا يأخذ معناها أنه هو إيه؟ بيحتوي على فهنا بقى تعالوا نشوف بقى كلمة بيحتوي على اللي هي قالها هنا فين؟ أهي حيث تحتوي على نسبة كبيرة جدا من المعادن اللي هي لما قال إيه؟ الاستفادة من هذه المخلفات لأنها إيه بتحتوي على نسبة كبيرة من إيه؟ المعادن هنا ده معناها معنى كلمة يأخذ طيب مضد خطر اللي هي إيه خطرة مثلا أو خطر بيبقى الأمان أو آمنة يبقى مضد خطر كلمة إيه؟ كلمة آمنة اللي هو كاتبها هنا اللي هو كاتب بطريقة غير آمنة إحنا ناخد آمنة بس يبقى دي مضد خطر هتكون إيه؟ آمنة طيب هنا بيقولك جمع معدن هتلاقيها مكتوب عندك هنا معادن يبقى تختار المعادن طبعا الكراءة المتحررة بتبقى عايزة طفل زكي وبتبقى عايزة طفل منظم وتبقى عايزة طفل القطعة بيتمعهم عشان يعرف يوصل للحاجة اللي هو عايزها تمام؟ طيب بيقولي ده علامة صح أو خطأ بيقولي تتناقص المخلفات الإلكترونية سنويا طبعا الكلام ده هو خطأ لأنه ما قال ليش أنها بتتناقص سنويا بل هو قال إنها بتتزايد سنويا بنسبة تصل لـ 21% عشان هو قال لي هنا بتزيد كم من نفايات والمخلفات الإلكترونية سنويا بنسبة تصل إلى 21% يبقى طبعا الإجابة بتاعت السؤال ده هتكون خطأ طيب إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بتقلل عمليات التعدين طبعا الكلام ده هو صح لأنه هو قال لي إيه؟ إن إحنا ينبغي الاستفادة من إعادة التدوير اقتصاديا ليه؟ لأنه قال لي هي من أهمية أنها بتقلل عمليات إيه؟ التعدين طبعا أنا بحفظ السؤال وإجابة أنا بحاول أفهم القطعة عشان أنا مش عارف أنهي قطعة من دولة اللي هتجلي في الامتحان بس لما تجلي يبقى فاهم معارف أحل طيب يبقى طبعا السؤال بتاعت إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بتقلل عمليات التعدين هيكون صح طيب ما المواد التي تحتوي عليها المخلفات الإلكترونية؟ طبعا هتحتوي المخلفات الإلكترونية على نسبة كبيرة من المعادن الصقيلة والنفيسة التي ينبغي الاستفادة منها اقتصاديا مع تقلل عمليات التعدين جبتي الكلام ده منين يمس أهو؟ هو أي اللي هنا إن احنا يجب الاستفادة من المخلفات لأنها بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من المعادن النفيسة والصقيلة التي ينبغي الاستفادة منها اقتصاديا بالإضافة إلى تقلل عمليات التعدين طيب هنا نما يجي يقولي ده عنوان مناسب للقطعة ممكن أقول المخلفات الإلكترونية لأن القطعة كلها بتتكلم عن المخلفات الإلكترونية طيب نشوف نموذج كمان طبعا إحنا عندنا النمازج دي كل مدرسة هتاخد نموذج واحد من النمازج دي مش هتجيلها كل الأسئلة دي يعني في سؤال القراءة المتحررة هيجيلها قطعة من دولت بس سأل هي بقى واحدة مش عارفين طيب اقرأ ثم أجب بيقول الرأي أساس الزراعة بتستهلك الزراع كميات كبيرة من المياه لذلك تدعو الحكومة الفلاحين إلى استخدام وسائل الرأي الحديثة زي الرأي بالرش والرأي بالتنقيد بدأ من وسائل القديمة الشائعة ومن فوائد وسائل الرأي المبتكرة حديثا أنها تضمن توزيع المياه بشكل ملائم على النباتات وترشد استهلاك المياه وتلطف درجة الحرارة يبقى طبعا هو عايز يقولي أن الرأي ده أساس الزراعة وأن الزراعة بتاخد كمية كبيرة جدا من المياه وأن الحكومة بتدعو الفلاحين أنها ترشد الاستهلاك ده عن طريق أنها تستخدم الرش الحديث والرش بالتنقيد بدأ من الوسائل القديمة اللي كانت بتهلك المياه والوسائل الجديدة كمان بتضمن توزيع المياه بشكل ملائم على النباتات وهترشد الاستهلاك وهتلطف درجة الحرارة يجي يقولي استخرجي من فقرة معنى مناسب الأول أنا عارف يعني إيه معنى مناسب أنا عارف أن المناسب دي يعني معنى حاجة ملائمة طيب هدور بقى في القطع على كلمة ملائم هلأ إيه بيقولي إيه فين كلمة ملائم ملائم أهي بشكل ملائم لما يقولي توزيع المياه بشكل ملائم ملائم هنا معناها مناسب يبقى أنا كده إيه هختار ملائم طيب لما يقولي مضاد المقلدة يعني حاجة بقلدها حاجة موجودة وعمالة قلد فيها طبعا هتكون المبتقرة يعني حاجة جديدة حاجة مستحدثة يبقى المبتقرة يبقى مضاد اللي هو عكس المقلدة المبتقرة طيب ده عنامة صح أمام العبارة الصحيحة وعنامة خطأ أمام العبارة الخاطئة الرأي بالرش من وسائل الرأي الحديثة طبعا الكلام ده واتصح لأنه هنا جي قال لي إن من وسائل الرأي الحديثة الرأي بالرش طيب هنا يجي يقولي وسائل الرأي المبتقرة تستهلك كميات كبيرة من المية طبعا الكلام ده هو خطأ لأن وسائل الرأي المبتقرة اللي هو يقصد بها وسائل الرأي الحديثة بتوفر في استخدام المية فعشان كده دي كانت خطأ طيب لما يجي يقول لي بقى ما فوائد وسائل الرأي الحديثة هيقول لي هنا إن وسائل الرأي الحديثة بتعمل إيه؟ أولا بتوزع المية بشكل ملائم على النبات بترشد استهلاك المياه وبتلطف درجة الحرارة يبقى بترشد استهلاك المياه وبتلطف درجة الحرارة وبتضم توزيع المياه بشكل ملائم على النبات إحنا فهمنا تجي لنا القطعة نعرف نجاوب طيب نمرة أربعة قطعة تانية بتقول اقرأ ثم أجب مرت سنوات طويلة كبرت جود المبتقرة وحققت حلمها بإنقاذ الأرض للتلوث ونجحت في توعية الناس بأهمية تدوير النفايات وأصبح في كل شارع صناديق كثيرة لفرز القمامة لإعادة تدويرها وأيضا اشتهرت تطبيقها الإلكتروني لتبادل الأشياء القديمة بدلا من رميها أو اختزانها وأنشأت مصنعا للبلاستيك القابل لإعادة التدوير ودائما كانت تقول الحلم فكرة تحتاج إلى إرادة والإرادة تصنع المستحيل طبعا هنا هو بيحكي لنا على بنت اسمها جود ابتكرت طريقة عرفت بيها أنها تعمل مصنع بلاستيك وتعمل إعادة تدوير للقمامة وعن طريقها بترشد الاستهلاك وعن طريقها حققت حلمها وكان القناعة أنها بتقتلع بيها في الحياة أن أي حلم بيحتاج لإرادة وأن الإرادة تصنع المستحيل طيب بيقول لي استخلق من الفكرة معنى الصالح طبعا معنى الصالح يعني القابل يعني هو عايز هناك يقولك صالحة للاستخدام يعني قابلة للاستخدام طيب تعالوا نشوف أهيء اللي هي كلمة إيه وأنشاءات مصنعا للبلاستيك القابل لإعادة التدوير هنا معناها الصالح لإعادة التدوير زي ما احنا عارفين الكلمة في اللغة العربية لها أكتر من معنى فأنت عشان تعرف المعنى بترجع لصياك الكلام يعني لما تسمع كلمة صالح تقول إيه ده حد كويس ده حد مفيد ده حد نافع تمام لما بكنا معنى أخلاق شخصه بقول ده شخص صالح يبقى هو شخص مهزب شخص كويس لما باقي أقول على شيء صالح للاستخدام ده معناه شيء قابل للاستخدام فإحنا زي ما احنا شايفين كده المعنى اتغير إحنا بنفهم المعنى من صياك الكلام طيب يبقى زي ما اتفقنا الصالح يعني إيه القابل طيب مضاد القليلة أو قليلة طبعا قليلة بيبقى مضادها كثيرة هندور هنا برضو على كلمة كثيرة في القطع عشان أتأكد يعني في الأول مبدأين ببقى أنا عارف المعنى أو فهمه وبعدين بدور في القطع على المعنى الملائم للمعنى اللي أنا فهمته فهنا قال لي في كل شوارع صناديق كثيرة يبقى قليلة هنا المضاد بتاعها يكون كثيرة طيب بيقول لي ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير الصحيحة بيقول لي استطاعت جود أن تنقذ الأرض من التلوث طبعا الكلام ده وات صح لأنه هنا قال لي إيه قال لي أن جود حققت حلمها بإنقاذ الأرض من التلوث يبقى إذن ده كده معناه أنها استطاعت أن تنقذ الأرض من التلوث طيب بيقولي أنشأت جود تطبيقاً إلكترونياً لتبادل الرسائل طبعاً الكلام دو هاتخطأ لأنه هو جود هنا قال إنها أنشأت إيه؟ مصنع للبلاستيك القابل لإعادة التدوير يعني هي عملت مصنع للبلاستيك القابل لإعادة التدوير مش عملت تطبيق إلكتروني لتبادل الرسائل طيب كيف حققت جود حلمها بإنجاز الأرض من التلوث؟ إنها أنشأت مصنع للبلاستيك القابل لإعادة التدوير طيب القطع اللي بعد كده القطع اللي بعد كده بتقول اقرأ ثم أجب اليوم ليس يوما عاديا في مدرستي فهناك معرض المبتكر الصغير لعرض منتجات التلاميذ التي أنتجوها من خلال إعادة تدوير المخلفات التي لا يكترز بها الناس وهذا هو مدير المدرسة يتجول وتبدو عليه السعادة حين شاهداء الزهرية التي صنح أمجل من برطمان مربة بلاستيكي والكبعة التي صنعتها دعاء من أغلفة كراسات الرسم القابلة للطي ورفوف المكتبة التي صنعها هشام من المقاعد المكسورة يبقى اليوم كان يوم مش عادي كانوا عاملين معرض مسمينه معرض المبتكر الصغير كل واحد حاول يعمل إعادة تدوير وحاول يعمل حاجة من الحاجات الموجودة عنده فواحد عمل زهرية من برطمان المربة وواحدة عملت بورنيتة أو كبعة أو طائية يعني من الجلات بتاعك شكيل الرسم وواحد عمل رفوف للمكتبة من المقاعد المكسورة طيب هنا بيقول لي استخرج من الفقرة معنى وقت طبعا الوقت ده أنا بعني به الزمن فلما يجي يقول لي مثلا معنى وقت أو زمن أو حاجة أجيب بقى كلمة دول على الوقت أو الزمن زي مثلا كلمة ايه هنا في القطع زي مثلا كلمة حين لما قال لي هنا ايه وتبدو عليه السعادة حين شاهده يعني هو هنا يقصد يقول لي ايه تبدو عليه السعادة وقت ما شاهد الزهرية فهنا حين بتبقى برضو بنفس المعنى اللي هو ايه الوقت طيب مدد يهمل ان هو ايه واحد مهمل يعني واحد مش مهتم مددها يعني واحد مهتم مهتم دي معناها ايه معناها يكترس يكترس يعني يهتم لما يقول لي لا يكترس لبقى لا يهتم فلا يكترس او لا يهتم دي بتبقى دليل على ايه دليل على الاهبال طيب لما احنا من ننفيهاش ونقول يكترس بس يبقى دليل علي ايه ان واحد مهتم يبقى اذا المداد يهمل هيكون يكترس يعني بتيجي بمعنى ايه مهتم طيب نمرا به بيقول ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطيئة بيقول الهدف من المعرض هو عرض منتجات التجار طبعا الكلام دو خطأ لأن الهدف من المعرض هو عرض منتجات اللي أنتجوها التلاميذ طيب شعر مدير المدرسة بالسعادة بسبب ابتكارات التلاميذ طبعا الكلام دو صحيح طيب اقترح عنوان مناسب للفقرة ممكن نسمي الفقرة دي ايه؟ معرض المبتكر الصغير عشان هي بتتكلم عن الابتكارات اللي عملوها التلاميذ من أشياء موجودة عندهم في البيت عشان إعادة تدوير المخلفات طيب القطع اللي بعد كده القطع اللي بعد كده بتقول اقرأ ثم أجب تعجب آدم من تراكم المخلفات بكميات هائلة فسأل معلمه فقال المعلم المخلفات أو سأل معلمه فقال المعلم المخلفات تلوس البيئة وتدور الكائنات الحية وبعض المخلفات مثل البلاستيك تستغرق سنوات طويلة لتتحلل لذلك ينبغي علينا إعادة تدوير المخلفات القابلة لإعادة الاستهلاك لتضمن سلامة البيئة طيب بيقولني هنا استخرج من الفقرة معنى يجب يعني ايه يعني يلزم ان احنا نعمل الحاجة الفنانية دي يعني ينبغي برضو ان احنا نعمل الحاجة الفنانية دي فنلاقي هنا كاتب ينبغي علينا إعادة التدوير فهتبقى معنى يجب يعني ينبغي طيب مضاد تنفع حاجة تنفعنا يبقى حاجة بتضرنا يبقى احنا نجيب كلمة تضر هنشوف برضو هنا في القطعة بيقول وتضر الكائنات الحية فمضاد تنفع هيكون تضر طيب يقول لي هنا ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة المخلفات تضر الكائنات الحية أي قال لي طبعا هنا المخلفات بتروس البيئة بتضر الكائنات الحية يبقى العبارة دي زي ما احنا شايفين صحيحة طيب قال لي إعادة تدوين المخلفات لا يحافظ على سلامة البيئة طبعا الكلام ده وتخطأ لأنه قال لي أن إعادة تدوين المخلفات بتضمن سلامة البيئة طيب ما المشكلة التي تتحدث عنها الفكرة وما الحل المقترح طبعا الفكرة بتتحدث عن تراكم المخلفات بكميات هائلة والحل المقترح هو إعادة التدوير للمخلفات القابلة لإعادة الاستهلاك طيب القطع اللي بعد كده بيقول لي نمنا سبعة اقرأ ثم أجب تعرف النفايات بأنها جميع المخلفات الناتجة عن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان سواء كانت منزلية أو زراعية أو صناعية أو إنتاجية أي جميع الأشياء التي يتم تلقها وإلقاءها من قبل الإنسان في مكان معين وطرقها يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان سواء كانت نفايات صلبة زي المواد المعدنية أو الزجاجية أو نفايات سائلة زي زيوت ومياه الصرف الصحي أو نفايات غازية زي غازات الأبخلة الناتجة عن المصانع بيجي يقول لي بقى اختار الإجابة الصحيحة رمي النفايات يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة طيب هنا معنى الضرر اللي هو الأزى ولا النفع ولا الشدة طبعا معنى هنا الضرر يعني الأزى لأنه بيؤدي إلى الأزى بالبيئة طيب أنشأت الحكومة مصانع جديدة مفرد المصانع طبعا هيكون المصنع يبقى مفرد مصانع مصنع طيب يحافظ الإنسان على بيئته من التلوث جمع الإنسان الأناسة الإنسان جمعها الأناسة طيب ده علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة إعادة التدوير هي تجميع المواد التي يمكن تدويرها ثم فرزها طبعا الكلام دوت صح لأنه هنا جاي في الكتعة وقال لي إن إعادة التدوير فيما معناه يعني أن هي بجمع المخلفات وبعدين برجع أفرزها عشان أشوف مين فيها القابل لإعادة التدوير طيب بيقول لي لحماية البيئة من خطر النفايات يجب جمعها وحرقها طبعا الكلام دوت خطأ لأنه قال لي لحماية البيئة من خطر النفايات يجب علينا عملية إعادة التدوير طيب ماذا تكون لشخص يجمع النفايات ويكون بحرقها هقول له هذا سلوك خاطئ يضر بالبيئة وبصحة الإنسان ويسبب الكثير من الأمراض نملة تمانية بيقول اقرأ ثم أجب إعادة التدوير هي أخذ المنتجات في نهاية عمرها الافتراضي واستخدام كل أو بعض الأجزاء منها لعمل منتج آخر فهي طريقة بسيطة لمساعدة البيئة وإنشاء سوق مريحة للسلع المعايد تدويرها والمساعدة في الحفاظ عن موالد الطبيعية وخلق فرص عمل جديدة والحد من تلوث الماء والهواء وعلينا أن نحلم ونفكر في طرق مبتقرة لإعادة استخدام المواد المستخدمة وبالإرادة نصدع المستحيل طبعا إحنا شايفين دي كتأخي القطعة معي في الكراءة المتحررة كل القطعة بتتكلم عن إعادة التدوير فولي الأمر هو قاعد بيزاكر لابنه النهاردة يفهمه موضوع إعادة التدوير ويفهمه فايدة الموضوع ده ويتدرب معاه على 8 قطعة دولة من الكراءة المتحررة يعلمه فيها إزاي يعرف يستخرج المعنى وإزاي يعرف يستشف معنى القطعة طيب استخرج من الفقرة بيقول لي معنى إعادة الاستخدام طبعا معنى إعادة الاستخدام اللي هو برضو إعادة التدوير فهنلاقيه هنا جاي يقول لي إيه جاي يقول لي إعادة التدوير بدئ بها أول كلمة يبقى هنا معنى إعادة الاستخدام هي إعادة التدوير طيب مضاد بداية طبعا أنا عارف إنه مضاد بداية بيكون كلمة نهاية فهدور برضو في الكطع على إيه كلمة نهاية هنلاقيه إنه هو كاتب هنا نهاية عمرها الافتراضي يبقى أنا جبتها من القطعة وأخلي بالي كويس قوي بيقولLe استخرج منها القطع او استخرج منها الفقرة مابقاش انا عارف المعنى او المضاد وروها حطه من دماغي ومايكونش هم موجود في القطع او الفقرة انت عارف المعنى اكتبه كده بالرصاص وروح دور في القطع اتأكد ان المعنى اللي انت عارفه دوت والان انت جبته هو اللي موجود في القطع عشان تاخد الدرجة بتاعتك طيب ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة إعادة التدوير تساعد على توفير فرص العمل طبعاً الكلام ده واتصح لأن في ناس هي اللي هتقوم بقى بلم المخلفات وهي اللي هتقوم بفرزها وهي اللي هتوديها بعد كده المصانع بدءاً لإعادة تدويرها وبعدين كل واحد على المصنع بيشتغل على مكانة على وظيفة معينة فطبعاً ده كله بيوفر فرص عمل طب إعادة التدوير حلم يصحب تحقيقه لا الكلام ده واتخطأ لأن ما فيش مستحيل بالإرادة نصنع المستحيل طيب بيقول لي اقترح عنوان للفقرة السابقة برضو هتكون إعادة التدوير طيب كده إحنا خلصنا مع بعض أسئلة الوزارة عناء القراءة المتحررة من خلال حل التمن قطع دولت التمن قطع معتمدين على أنه بيجيب لك قطع عن موضوع معين مشابه لحاجة أخدتها في الدروس ولكن هو مش جاي من الكتاب ومش جاي من الدروس وبيجي لك عليه أسئلة بتحلها من الفقرة أسئلة صح وغلط سؤال مقالي سؤال بتجيب العنوان بتاع القطع وسؤال بيسألك في معنى ومضاد وجامع بنخلي بأن أسئلة الصح والغلط بتجيبها من القطع بتكون سهلة بالنسبة لك جدا أسئلة عنوان الفقرة بتحاول تشوف الفقرة بتتكلم عن إيه وتحط العنوان والمناسب لها وغالي ما ما بتبدأ مثلا العنوان المناسب ده بأول كلمة هو مديها لك في الفقرة يعني مثلا لما تكلم عن المخلفات الإلكترونية كان العنوان مخلفات الإلكترونية لما تكلم هنا عن إعادة التدوير كان هنا عن عنوان إعادة التدوير وهكذا معنى الكلمة اكتبها بالرصاص وعرف مضاد الكلمة اكتبها بالرصاص وعرف جمع الكلمة اكتبتها بالرصاص وبعدين الكلمة اللي انت كتبتها دي روح بقى القطعة دور عليها اتأكد انها موجودة في القطعة لان ممكن تكون لها معنى تاني انت ما كتبتوش بس هو نفس المعنى اللي انت تقصده هاتوا بقى من القطعة وايه واكتبو طيب دي كانت الطريقة في حل القراءة المتحررة يلا مع بعض بقى نشوف النصوص المتحررة السؤال الثاني من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية هو سؤال النصوص المتحررة زي الكراءة كده بالضبط بيجيب لي قطع من نصوص مش عندي في الكتاب المدرسي جاية من برا ولكن بتتكلم على موضوعات متعلقة بموضوعات مشابه أخدتها يعني لو أنت عندك نص بيشرح لك جمال الطبيعة هتبص تلاقيه جايب لك نصوص متحررة فيها بتتكلم عن جمال الطبيعة بس مش هو النص اللي عندك في الكتاب لو عندك نص بيتكلم عن حب الوطن هتلاقيه جايب لك بيوت من نصوص تانية بتتكلم عن حب الوطن بس مش هو اللي عندك في الكتاب بس هتلاقي أن نفس المعاني نفس الأساليب بتتكرر وبيستخدم حاجات مشابهة عشان تطبق الدراسة اللي انت فهمتها على النص المتحرر ده عشان ما تبقاش حافظ وتبقى فاهم وعارف تحل طب يلا نشوف مع بعض النصوص المتحررة والنصوص المتحررة دي قطع برضو كل مدرسة هتختار قطع واحدة بس أو كل قدارة تعليمية هتختار للمدرسة كطع واحدة بس بيختلف لمتحمل مدرسة المدرسة إنما مش هيجيلك كل الأسئلة دي هو هيختار لك حاجة واحدة بس منها بس انت بتحلها عشان تتضرب عشان انت مش عارف أي حاجة فيهم اللي هتيجي طيب يلا مع بعض السؤال الثاني نصوص المتحررة بيقول لي اقرأ ثم أجب النين العزب هو الكوسر والجنة وشاطئه الأخضر ريال الصفحة والمنظر ما أبهى الخلدي وما أندر بيقول لي اختار صواب دي الكلمة التي تحتاخت لما يقول لي ما أبهى مصر معناها إيه؟ طبعا ما أبهى مصر يعني معناها ما أجمل مصر طيب لما يقول لي يتميز النيل بمنظر جميل جمع منظر هنا هيكون طبعا مناظر طيب لما يقول لي ماء النيل ماء عزب معنى عزب يعني إيه؟ يعني حلو يعني ماء النيل ماء حلو هنا معنى عزب اللي هو حلو طيب هو عفوا المس خطأا منها يعني عملها مالح هي حلو فاللي يحل حلها حلو حتى نقول الماء العزب هو الكوسر يعني الماء الحلو طبعا ينيه الماء حلو البحر هو اللي ماءه مالح فنصلحها ونعملها حلو تمام طيب هنا بيقول اجب بما هو مطلوب بيقولي اكملها اوهات من البيتين كلمة لها نهاية لها النهاية نفسيها زي الكوسر طبعا انا عارفة ان من البيوت او من النصوص بيكون في حاجة اسمها القافية يعني اللي هو بيبقى اخر كل بيت مشابه للتاني عشان ن Vern showed up to the position of one's Zof controlar ويوزي ياند اجب ان من اجubenك تهشى النص ويخليك عايز تدند له لن viu 31andu فهو لما تقول النين والعزب هو الكوسر اخرره هتيجي التاني يقولك الاخضر هيجي فيmus عند انضر هيجي بعد لك ما انضر فاللي هو clothing сыس ك�� هو مع الا انضر دولة زيهم زي الكوسر فيه كفية كده موسيقية فهنكتب يعني تخيل عزب هو الكوسر فيه قفية كدهAH موسيقية فهنكتب طبعا ايه هيكون الاخضر والاندر وال voyez after all är из whole forms صار ده تعبير ايه؟ طبعا ده تعبير مجازي لانه هنا بيشبه النيل بانه هو جنة وطبعا ده مش حقيقي ده تشبيه مجازي للدلالة على يعني جمال النيل طب هنا لما بيقولك شاطئه الاخضر طبعا ده تعبير حقيقي لانه طبعا النيل حتى واخدنا في الانجلش يعني بيبقى جنبيه الارض الزراعية اللي بنزرع فيها الزروع والمحاصيل فهو بيبقى شاطئه فعلا الاخضر فده حقيقي لما يجي يقولي ده عنوانا مناسب للبيتين طبعا هو هنا بيتكلم عن النيل فممكن احط العنوان النيل العزب او ممكن احط العنوان ما اجمل النيل او ممكن احط العنوان النيل الجميل كل ده عناوين ممكن تنفع معايا طيب القطعة اللي بعد كده او النص اللي بعد كده بيقول اقرأ ثم اجب مصر يا مهد الكرم مصر يا ارض الهرم انت بدء للحضارة انت للعلم المنارة طيب بيقول لي اختار السواب للكلمة التي تحتها خط وبيقول لي كانت مصر بدء الحضارة معنى بدء يعني بداية يعني مصر هي بداية الحضارة بيقول لي أرض مصر تفيده بالخير طبعا جمع أرض أراض طيب لما يقول لي أهل مصر يتسمون بالكرم القرم معنى إيه؟ القرم معنى أن الواحد يبقى كريم وساخي يبقى وضده البخل بيقول لي أجب ما هو مطلوب هات من البيتين كلمة لها النهاية نفسها القرم اللي هو زي ما اتفقنا القفية بتاعت أخي كل بيت اللي هو مصر يا مهد القرم مصر يا أرض الهرم يبقى على وزن القرم الهرم يبقى الكلمة هتكون الهرم لما يجي يقول لي أنت بدء للحضارة ده طبعا تعبير مجازي لأنه بيشبه مصر مثلا ببداية المشوار أو بداية الطريق فعشان كده شبهها ببداية الحضارة طب لما يجي يقول لي أنت للعلم المنارة ده برضو تعبير مجازي لأنه هنا شبه أن مصر لها منارة يعني كأنها شيء لي منارة شيء يوضيء وشيء لي منارة يعني طيب لما يقولي ده عنوان مناسب للبيتين ممكن أقول وطني مصر ممكن أقول ما أجمل مصر ممكن أقول مصر الحبيبة ممكن أقول وطني الحبيب يعني عنوين كتيرة طيب الكتاة اللي بعد كده بتقول اقرأ ثم أجب مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم أم العلوم والفنون سادة بنوها الأولون طيب بيقولي بعد كده اختاري الصواب للكلمة التي تحتها خط قام الأولون ببناء حضارة مصر معنى هنا الأولون يعني الأوائل ولا الآخرون ولا الآخرين ولا الخاليين طبعا الأولون يعني الأوائل طيب هنا لما بيقولي الحصان العربي رمز للمحافظة الشرقية الحصان العربي رمز لمحافظة الشرقية جمع رمز طبعا هيكون رموز يبقى جمع رمز رموز طيب لما يقولي حضارة مصر منذ القدم مضاد القدم يعني عكسها القدم يعني حاجة قديمة ما يبقى عكسها حاجة جديدة حاجة حديثة يبقى زمن حديث يبقى مضاد القدم زمن حديث يجي يقول لي أجب بما هو مطلوب هات من البيتين كلمة لها النهاية نفسها زي القدم كده فأنا بقول مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم يبقى على وزن القدم العظم يبقى هتبقى الكلمة العظم طيب لما يجي هنا يقول لي تخيل أم العلوم والفنون طبعا ده تعبير مجازي لأنه شبه مصر بأنها أم طيب لما يقولي تخيل مصر لنا منذ القدم برضو تعبير مجازي لأنه شبه أنه مصر دي كأنها إنسان بيرعى الناس طب ضع عنوان مناسب للبيتين أقول مثلا مصر العظيمة نحب مصر وطنعنا حبيبة مصر مع أعظم مصر كل دي عنوين تنفع اكرأ ثم أجب قال الشعر مصر التي في قلبنا أرض السلام والمنا من أجلها ضحى الكرام الأولون قبلنا لم يعتدوا من نبلهم والجار وعاش في هنا في كل حين نردده جيش الأسودي هاهنا بيقولك اختاري الإجابة الصحيحة معنى حين زي ما اتفقنا أن حين دي معناها وقت فلما يجي يقولي هات معنى وقت أدور على كلمة حين يجي يقولي هات معنى حين أجيب كلمة وقت فمعنى حين طبعا وقت أما يجي يقولي طبعا مفرد الكرام طبعا الكريم الكريم مفرد وجمعه الكرام مما يقولي أجيب بالمطلوب هات كلام من الأبيات لها نفس النهاية زي مثلا هنا انا بقول ايه بقول لم يعتدوا في نبلهم والجارة عاش في هنا طيب تعال اشوف الكلمة اللي بعديها برضو جيش الاسودي ها هنا فهتلاقيها على نفس الوزن هتلاقيها الاولون قبلنا فكلمة هنا اللي على وزنها هنا تاني واللي على وزنها ايه قبلنا طيب لما يقول لي تخيل مصر التي في قلبنا طبعا ده تعبير مجازي لانه شبه مصر بحاجة في القلب طيب البيت اللي بيتحدث فيه الشاعر عن تضحية المصريين الاوائل من اجل مصر لما هو هنا قال ايه لما قال من اجلها ضحر كرام الاولون قبلنا يبقى ده كده معنى البيت انه هو بيقول ان المصريين الاوائل ضحوا من اجل مصر طيب النصوص الكتعة الخمسة بتاعتها قال الشاعر غرد يا طير البستان غرد في كل الاحيان جيش سيف يحمي ارض يهدي نبلا للجيران لن يعتدي الحق في يوم هذا عهد في القرآن فاحفظ مصر يا ربي دوما كي يبقى مجد الاوطان بيقولي اختار الاجابة الصحيحة معنى نبلة يعني ايه لما بيقول يهدي نبلا للجيران معنى نبلا يعني ايه طبعا يعني شرفا النبلة ده يعني الشرف وكل الاخناق الحميدة يبقى النبلا يعني شرفا لما بيقول مفرد احيان يبقى طبعا حين لما بيقول هات كلمة من الابيات لها نفس النهاية زي الاحيان كده هو قال لي ايه قال لي غرد يا طير البستان غرد في كل الاحيان روحي بقى لبعضيها على طول قالك ايه جيش سيف يحمي ارض يهدي نبلا للجيران يبقى على وزن الاحيان الجيران على وزنها تاني هذا عهد في القرآن على وزنها تاني كي يبقى مجد الاوطان يبقى الاحيان الجيران القرآن الاوطان دي كلها كلمات على نفس الوزن والقافية عشان تعمل نغة موسيقية تعشقها النفس وتطرب لها الأذن يبقى أي كلمة من دي هتكتبها يكون صح لما يقلني تخيل لني يعتد الحق في يوم ده تعبير ايه؟ طبعا ده تعبير مجازي لأنه شبه الحق بأنه رجل يحارب ويعتد عليه ويعتدى فهو كده ده تعبير مجازي لأنه كده خلى الحق كأنه إنسان كأنه إنسان له أن يعتدى أو يعتدى عليه فطبعا ده تعبير مجازي طيب طيب البيت الذي يتحدث فيه الشاعر عن جيش مصر لما قال جيش سيف يحمي أرض يهدي نبلا للجيران ده البيت الذي تحدث فيه الشاعر عن جيش مصر القطعة بعد كده يقول الشاعر وطن الكرام بنبله لا يعتدي لكنه نس يصيد المعتدى في أرضه مجد ونهر شاهد يحكي لنا عن راية في ساعد تبني المنا تبني الهنى في أرضه يا مصر هذا زرعنا هيا حصدي اختر الإجابة الصحيحة بيقول لي معنى يعتدي يعني يظلم حد بيعتدي على حد يبقى حد بيظلم حد مفرد الكرام اللي هو الكريم اكمل هات كلمة من الأبيات لها نفس النهاية زي المعتدى يبقى روح على حاجة لها نفس النهاية اللي هو يصيد المعتدى زيها زي إيه لا يعتدي والمعتدى واحصدي دي كلها نفس النهايات طيب لما يقول لي تخيره بيقول لي راية ابني المنا طبعا ده تعبير مجازن إنه شبه الوطن بأنه إنسان له راية ويبني المنا البيت الذي يتحدث فيه الشاعر عن شرف مصر وكرامتها لما قال وطن الكرام بنبله لا يعتدي لكنه نصر يصيد المعتدى فده بيت شرح فيه الشاعر شرف مصر وكرامتها طيب القطع اللي بعد كده بتقول قال الشاعر لي موطن أدعو له في كل حين بالسلام النيل يلوي أرضه والغصن غنى للحمام لا يعتدي وهو القوي لا يرتضى ظلم اللقام أو لا يرتضي ظلم اللقام الكل يحكي نبله أبناؤه أسد وكرام يبقى اختار الإجابة الصحيحة معنى الكرام طبعا الكرام اللي هم أصحاب الكرام جمع حين طبعا أحيان ومعناها وقت لما يقول لي أجب هات من الأبيات كلمات يعني إنها نفس النهاية زي السلام اللي هو على وزن الحمام اللقام الكرام أي حاجة منهم هتكون صح لما يقول لي تخير الغصن غنى للحمام هيكون طبعا تعبير مجازي لما يقول البيت الذي يدعو فيه الشاعر لوطنه هو إيه لما قال لي موطن أدعو له في كل حين بالسلام القطع لبعد كده قال الشاعر بلادي بلادي إليك سلامي سيحمي طرابك أهل الكرام بنوا الأولون بعلم ولبر انقلاعا ومجدا يفوق الكلام فإن غبتي يا مصر حينا بعيدا فشوقي إليك كطير الحمام وإن عدتي يوما فهي ساعدي نفسي سيحيا فؤادي بأرض السلام وقال لك اختاري الإجابة الصحيحة معنى نبل يعني طبعا شرف مفرد الأولون الأول قال لك هات كلمة من الأبيات لها نفس النهاية زي كرام كده اللي هو السلام الحمام الكلام اللي هو أي نهاية من النهايات دي هي لها نفس القفية لما قال لك بنا الأولون مجدا طبعا ده تعبير مجازي لأنه شبه المجد بشيء يبنى البيت الذي يتحدث فيه الشاعر عن تفوق الأجداد لما قال بنا الأولون بعلم ولبر انقلاعا طيب القطعة اللي بعد كده بتقول اقرأ ثم أجب أحب الطيور وأحب الشجر وشمش الصباح ووجه القمر وصوت الصواكي ولون الحقول ونايا يردد لحنا جميل وحب الطبيعة في كل حين أمام المياه وتحت الوصول بقول لك تخير الصواب معنى يردد يعني يكرر يردد يعني يكرر ردد الكلام يعني يكرر الكلام طيب ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة بيقولي الشاعر معجب بحجم الصواكي ولون الناي طبعا العبارة دي خاطئة لأن الشاعر كان معجب بايه الشاعر كان معجب بالطيور وشمس الصباح وصوت الصواكي ولون الحقول ما جابش سيرت خالص لناي ولا حاجة من دي طب الشاعر يحب الطبيعة في كل وقت أيوة الشاعر يحب الطبيعة في كل وقت طب هات من النص كلمتين هم نفس النهايات زي جزر يعني هتلاقي برضو إيه اللي ليه نفس النهايات زي جزر اللي هي قمر وصمر قمر وصمر لما هنا قال ووجهه القمر وجهه القمر هنا على وزن الجزر هو وجهه القمر ولما هنا كمان قال صمر يبقى قمر وصمر على وزن الجزر ظليل على وزنها برضو إيه حقول وعلى وزنها جميل لما هنا قال ولون الحقول ولحنا جميل طيب القطعه رقم عشر انزل لتلك الشجرة ذات الغصون النظرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وكل منزل الذي يخرج منها الصمرة ذلك هو الله الذي أنعمه منهمرة أو أنعمه منهمرة تخير الصواب معنى منهمرة يعني كثيرة يقولك ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة الشاع المعجب بجمال الليل ولون الأظهار طبعا العبارة دي خاطئة لأن الشاعر هنا معجب بالشجرة وبالغصون النظرة وكيف صارت حبة وكيف صارت شجرة وكيف يخرج منها الصمرة ما جابش عندي سيرة الليل طيب لما هو قال لي الشاعر يدعو إلى التفكر في جمال وخلق الله معظمته طبعا الإجابة صحيحة طب هات من النص ثلاث كلمات له نفس النهايات هات بقى القفية اللي هي النظرة شجرة صمرة منهمرة كل دي كلمات لها نفس النهايات طيب آخر قطع نعية في النصوص المتحررة بيقول لي اقرأ سب مأجب النيل في مصر من فوقه القمر في قاعة طمي يجري به الخير في شطه زرع من حوله السمر احفظه يا ربي يسعد به البشر اختر المعنى الصحيح في قاعة البحر يعني في ايه في اسفل البحر طبعا لون الطمي اللي هو الطين يعني بيكون نونه طبعا بني طيب ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة يدعو الشاعر في نهاية النشيد ان يحفظ الله عائلته لا هو بيدعو الشاعر ان يحفظ الله جميع البشر لانه بيقولك احفظ يا ربي واسعد به البشر جميع البشر مش العائلة بتاعته بس لما يقولك لا حياته بدون ماء طبعا الاجابة صحيحة قالي بما هو مطلوب اختار يجري به الخير طبعا ده تعبير مجازي لانه شبهه بانسان يجري اختار في شطه زرعة ده طبعا تعبير حقيقي لانه طبعا على الشط بيكون الزرعة مزروع طيب بيقولي اكمل بكلمات لها نفس الوزن يعني زي السمر كده طبعا هم جايب لي كده في النص اللي عندي زي ايه زي القمر زي السمر زي البشر زي الخير كلهم ايه صح طب اه بعد كده بيقولي اخر القطع معايا اقرأ صم اجب بلادي احبك فوق زنون واجده بحبك في كل نادي عشقت لاجلك كل جميل وهمت لاجلك في كل وادي معنى اجده يعني اتغنى معنى اجده يعني اتغنى جمع وادي يعني ايه وديان واوديا الاتنين صحي فهيبقى هنقوله الاولى والتانية صح لما يقولي هات كلمة من الابيات لها النهاية نفسيها زي نادي او نادي اللي هو ايه اه على وزنها اللي هو لما قال في كل نادي ولجع بعد كده قال في كل وادي يبقى وادي ونادي على نفس الايه الوزن طب تخيره اجده بحبك ده تعبير حقيقي ولا مجازي طبعا مجازي لانه شبهك انه عصفون يغني يعني ما البيت الذي يتغنى به الشاعر بحب الوطن طبعا لما قال بلادي احبك فوق الزنون طيب السؤال الثالث اللي هو النح بيقول اختر الإجابة الصحيحة من ما بين الأقواس الشمس مشركة كلمة الشمس مرفوعة لأنها طبعا لأنها خبر الشمس مبتدأ ومشركة خبر فهي مرفوعة عشان هي خبر طيب بيقولي الكراءة مفيدة كلمة الكراءة طبعا الكراءة هتكون مبتدأ مرفوعة معلمة رفع الضم الظاهرة على آخره فالقراءة هتكون مبتدأ لما يقولي أشركة الشمس مين اللي أشركة الشمس يبقى الشمس فاعل يبقى الشمس ايه فاعل طيب الطالبات متفوقات كلمة الطالبات مرفوعة وعلامة رفعها طبعا الضم لأنها جمع مؤنى سالم الطالبة الطالبات طيب الأزهار العطرة كلمة الأزهار مرفوعة وعلامة رفعها الضم لأنها لأنها طبعا جمع تكسير طيب الفلاحون منتجون كلمة الفلاحون مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنها طبعا لأنها طبعا لأنها جمع مذكر سالم طيب نضقت السمرات الفاعل مرفوعة وعلامة رفعه اتضم لأنه طبعا جمع مؤنس سالم طيب أنت طالبة متفوقة أنت طبعا ده ضمير مخاطب طيب تعادل المتسابقات مين اللي تعادل المتسابقات يبقى فاعل طيب هما رياضيان ماهران هما طبعا ده ضمير غائب يبقى نخلي بالنا أنت ضمير مخاطب وأنه هما ضمير غائب بيقولي تنطلق المسابقة كل عام في الموعد نفسه طيب كلمة مسابقة المفروض الضبط الصحيح لها هيكون ازاي هي تنطلق المسابقة مين اللي بتنطلق المسابقة فهاختار اللي عليها ضمة لأن هي دي كده معناها أنها فاعل طيب العلم نور يضيق العالم الضبط صحيح لكلمة العلم العلم هتكون آخر هواو لأنها مبتدأ طيب لما يقولي ألباء العزب كلمة العزب طبعا هتكون خبر أما يقولي الأطفال هقول سعداء لأنها هتكون خبر هقول الصديقات مخلصات هاختار أنهي هاختار الصديقات اللي عليها ضمة لأنها جمع معناس ثانم هقول الجنديان شجعان بالألف ليه لأنه هيكون مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مسنة هقول صنع النجار الباب هاختار اللي عليها ضمة لأنها هتكون النجار فاعل مرفوع بالضمة هقول جمع الفلاح القطن كلمة الفلاح فاعل مرفوع وعنما ترفع الضمة الزاهرة على آخر هقول وصل الفائزون ليه مين اللي وصل الفائزون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم طيب كرأ الكتاب كرأ التنميزو هتكون طبعا فاعل مرفوع بالضمة فعشان كده اختار اللي عليها ضمة هقول شريبة فاطمة العصير ليه فاطمة ليه مش إبراهيم أو أكرم اللي هو جايبهم لي لأن شريبة ده فاعل ماضي متصل بالتأنيس فعشان كده هجيب الفاعل مؤنس فهاختار فاطمة طيب بيقول لي طبعا هقول لعبة عمر في الحديقة ليه لعبة عشان عمر ولد وده فاعل ماضي فهيبقى لعبة طيب قال له يا سلمة ارسمي فعل أمر يقرأ مين القصة هيقرأ أبو القصة عشان هيكون فاعل مرفوع طيب عزف الأولاد بالعود عزفها طبعا فاعل ماضي فعشان كده هاختاره اللي هو بيكون ما فيهوش حاجة أخره يعني عارفة كده المعلمتان الدرس شرحت المعلمتان الدرس اللي هو فعل ماضي السائحون الأهرامي بأزارة فعل ماضي جاء المعلم فعل ماضي العاملون مخلصون عنامة الرفع هنا الواو لأنه ده جمع مذكر سالم المخلصون هيكون خبر مرفوع بالواو لأنه ده جمع مذكر سالم الماء يلوي الحقول كلمة الماء هتكون طبعا مبتدأ مرفوع يجمع الفلاحون القطن هيكون هنا الفاعل هم الفلاحون وده هيكون جمع مذكر سالم فهيكون مرفوع بالواو هنا فازت التلميذة بالجائزة شرب الطفل كوب اللبن لأنه ده ودفعل ماضي وجاي مع المذكر قال الأب لابنته اكتبي النشيد في الكراسة هيكون طبعا فعل أمر تعال العديد من البلدان سوري تعاني العديد من البلدان العالم نقصا مزمنا في المياه كلمة البلدان مجرورة وهي طبعا جمع تكسير يمنع لأن بلد بلدان إنما لو مسنجة تتبقى بلدين إنما بلدان دي جمع تكسير ينتج هضر المياه عن سوريكيات الاستهلاك غير الرشيد كلمة هضر اللي هو هتكون فاعل هؤلاء هم التلاميذ الفائزون انظر لتلك الشجرة هنا انظر دي هتكون فاعل أمر أحمد زويل ومجدي يعقوب هيكونوا هنقول عليهم هما علماء المصريين أنشأت الحكومة مصانع جديدة طبعا كلمة مصانع جمع تكسير وإيه هو جمع تكسير هو الجمع اللي ما بيبقاش منتهي بتاء التأنيس يعني لما مثلا نقول زهرة ظهور ده كده جمع إيه ده كده جمع تكسير إنما لو قلت مثلا بنت بنات ده كده بيبقى جمع مؤنس ثانب طيب ظهرت الطبيبات المرضى كلمة الطبيبات مرفوعة عشان هي طبعا إيه عشان هي فاعل طبعا احتضلت الأم امنتها الجملة طبعا هتكون جملة فعلية عشان بدأت بفعل اللي هو احتضلت البلونات مملوقة بالماء الخبر في الجملة السابقة هيكون كلمة مملوقة بلادا عظيمة علامة رفع الخبر في الجملة طبعا هتكون اتضمة لأن ده خبر مفرد عادي يغلد العصفور فوق الغصن الفاعل في الجملة هنا هيكون العصفور صنعت الفتاة كبعة من الورق الفاعل صنعت أخلطاء التأنيس لأنه مؤنس هنا بقى بيقولك اكتشف الخطأ ثم صوبه وقعد كتابة الجملة صحيحة يقولك المفكرين مبدعون طبعا المفكرين دي فاعل فالمفروضة يقول للمفكرون مبدعون عشان هي فاعل وهي مذكر سالم فهتكون بالوا ومش بالياء طب هؤلاء طفلان المفروضة أقول هازان لأن طفلان مسنة ماقولش هؤلاء أما بقول أنتنا لسامات مبدعون طبعا هقول أنتنا لسامات مبدعات لأن دوت جمع مؤنس سالم مش مذكر سالم يحرز اللاعبات أهدافا طبعا هتكون تحرز مش يحرز عشان مؤنس ترعى الأب أبنائه طبعا هيكون يرعى الأب أبنائه عشان برضو ده مذكر مش مؤنس الطفلين موجوبان طبعا هيكون الطفلان لأن ده هيكون مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مسنة مش بالياء لما أقول يا طبيب عالجي مرضاك هقول يا طبيب عالج مرضاك لأن دوت هيكون فعل أمر وهيكون جاي مع المفرد المذكر المصريون المصريون محبين يعني وطنهم طبعا هيكون المصريون محبون عشان خبر وخبر مذكر فيكون مرفوع بالواو لما أقول يا بنا العمال المصنع هنقول بنا العمال المصنع عشان ده فعله ماضي عبر الطالبان الجسر هيكون عبر الطالبان مش الطالبين لأن هنا ده فاعل وهيكون مرفوع بالألف لأنه هنا مسنة طيب زي ما احنا شايفين انا مش عايز اخوفكم بس الأسئلة تقيلة الأسئلة عايز طالب فاهم لغة عربية فاهم المنهج ومنذاكر من أول السنة فنخلي بنا كده وإحنا منذاكر لولادنا ونعلمهم الأساسيات والمبادئ لأن حتى لو فرضنا أن الأسئلة ده هي اللي هتيجي بكرة في الامتحان مش هيفضل النمط ده عشان أول سنة تطوير وأول سنة بس بعد كده هتلاقي اللي منحانات أصعب من كده وما بيجي لك حتى نموذج عليها ولا حاجة تضرب عليها فتضرب من دلوقتي وتبقى عارف أن القاعدة النحوية التي تفهمها تبتدي تطبق فعليك ما تحول شي مين وش مال وتبقى فاهم أنت بتعمل تضرب من دلوقتي عشان يبقى عندك أساس وبنية قوية تقدر تطلع بها بعد كده وربنا يوفقكم جميعا يا رب هنا بيقولك حول الجملة الاسمية إلى فعلية اللاعبون يتعبون أو يتبعون قواعد اللعبة طبعا هو بادئ باللاعبون عشان اسم طبعا أنا عايزها فعلي بقول يتبع اللاعبون قواعد اللعبة لما بقول الأب اختار الهدية لابنه عايزة أبدأ بالفعل يبقى اختار الأب الهدية لابنه الشقيقان يعدانا التعام لولديهما يبقى هيقول يعد الشقيقان التعام لولديهما أما أقول الأشجار تزدهل في فصل الربيع هتبقى تزدهل الأشجار في فصل الربيع يعني ببدأ بالفعل طيب السؤال الخامس معايا سؤال الكتابة جايب لي بيقول لي اقرأ ثم أجب جايب لي عنوان المطوية وبيقول لي عنوان المطوية أن عندي حزام السلامة بيقول لي هل تعلم أن شركة سيارات أوروبية هي أول ما نبتكر حزام الأمان عام 1959 وتخلت هذه الشركة عن براءة اختراع حزام الأمان لتشجع شركات السيارات الأخرى على استخدامه بلا مقابل ماذا لو زادت نسبة الوفيات النتيجة عن حوادث السيارات لأكتر من 70% ويجب علينا ارتداء حزام الأمان حفاظا على سلامة الركاب حيث أنه يمنع الارتماء في الزجاج الأمام للسيارة والاستضام بعجلة الكيادة أو الباب ويحمل نساء الحوامل من التعرض للإصابة أو الضرر طيب أمامك مطوية حللها عايز يعرف المطوية بتتحدث عن ايه طبعا هذه العنوان بتاعها اللي هو بتتحدث عن حزام الأمان طب عايز عنوان لها خلي العنوان هو عنوان مطوية المكتوب اللي هو حزام السلامة أو حزام الأمان طب لما يقولك الهدف من الصفحة التانية طبعا هنا الهدف كان معلومات اللي هو بيديني معلومات لما يقولك الهدف من الصفحة التالتة الهدف من الصفحة التالتة كان تحليل وإقناع طب الهدف من الصفحة الرابعة كان نصيحة اللي هو هنا في الصفحة الأولى كان بيدي لك معلومات عن الشركة طيب لما يقول لك فكر في عنوان آخر للمطوية ممكن أقول سلامتك في حزام الأمان أو ضرورة استخدام حزام الأمان أو فوائد استخدام حزام الأمان يعني ممكن كذا عنوان طيب لما بيقول لك أضيف يعني نصيحة لقائد السيارة بعد قراءتك المطوية دي هنقول له عدم الخيادة بسرعات عالية لتفادي وقوع الحوادث السؤال بعد كده بيقول اقرأ ثم أجب كوكبنا أيها الإنسان جئت ضيفا على هذا الكوكب الجميل لتعمله وتحيا فيه حياة سعيدة عزيزي الإنسان لنحافظ على كوكبنا علينا أن نكسر من زراعة الأشجار بكل مكان لتنقية الهواء ونقطعها نكف على استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة كالفحم والبترول نتوجه لاستخدام الطاقات النظيفة كالرياح والطاقة الشمسية نقلل استخدام السيارات بقدر الإمكان نحافظ على مصادر المياه العزبة والصالحة أيضا هنا بيقول لك أمامك لوحة استرشادية حللها واكمل بيقول لك بقى إيه؟ تتحدث اللوحة الانشادية عن إيه؟ طبعا بتتحدث عن كوكب الأرض وبنشكل الأستاذ محمد صالح عشان هو اللي حالي القطع دي طيب بتتحدث اللوحة الانشادية عن إيه؟ زي ما احنا شايفين هي بتتحدث عن كوكب الأرض لما قال جئت طيفا على هذا الكوكب الجميل بيقصد به كوكب الأرض لما بيقول أين يمكن أن تعلق هذه اللوحة؟ طبعا ممكن أن أعلق اللوحة دي في الحضائق، في المدارس، في الشوارع، في الأماكن العامة طيب من سيقرأ هذه اللوحة؟ طبعا الشباب، الأطفال، الرجال، النساء، كبار السن طيب ممكن نكتب إيه على هذه اللوحة بقى؟ نكتب نقول مثلا نعمل الكوكب ونحافظ عليه ونحيا حياة سعيدة طيب ده عنوانا آخر للوحة الإرشادية ممكن نكتب كوكبنا أو ممكن نكتب كوكب الأرض هي اللوحة الإرشادية للعنوان عليها كوكبنا فإحنا ممكن بقى نكتب إيه عنوان آخر للوحة؟ نكتب مثلا كوكب الأرض أو نكتب كيف تعيش سعيدا على كوكب الأرض أو كيف نتعامل مع كوكب الأرض؟ طيب تتكون هذه اللوحة الإرشادية من إيه؟ طبعا بتتكون من عنوان لما قال كوكبنا بتتكون من مقدمة لما قالك أيها الإنسان وعزيز الإنسان وبتتكون من إرشادات لما أنك نقسل من زراعة الأشجار ونقف عن استخدام مصادر الطاقة ونتوجه لاستخدام الطاقات الطبيعية ولما قالك نقلل استخدام السيارات ولما أنك نحافظ على المصادر دي كلها إرشاداتي اللوحة عندي بتتكون من عنوان اللي هو كوكبنا مقدمة لما قالك أيها الإنسان وعزيز الإنسان وإرشادات طيب بيقولك هنا بقى إيه؟ لوحة تانية اقرأ اللوحة الإرشادية ثم أكمل بيقول من أجل بيئة نظيفة البيئة ملك للجميع لذلك يجب علينا المحافظة عليها وترشيد استخدام مواردها وعليك أيها المواطن أن تلتزم بما يلي عدم إلقاء المخلفات في الطريق وضع كل نوع من أنواع القمامة في الصندوق المخصص له الإبلاغ عن أي سلوك يلوس البيئة تغليف الزجاج المقصور بعناية وقالك هنا عايز عنوان عايز مقدمة عايز إرشادات طبعا العنوان اللي هو من أجل بيئة نظيفة المقدمة لما قال لك البيئة ملك للجميع ويجب علينا المحافظة عليها الإرشادات لما قال لك عدم إلقاء المخلفات في الطريق لما قال لك وضع كل نوع من أنواع القمامة في الصندوق لما قال لك الإبلاغ عن أي سلوك يلوس البيئة لما قال لك تغليف الزجاج المقصور بعناية كل ده إرشادات هو قال لك من الإرشادات فاكتب له واحدة أو اثنين هتاخد الدرجة طيب لوحة تانية بيقول لك اكرأ اللوحة الإرشادية ثم أكمل بيقول إشارات المرور يؤدي عدم الالتزام بإشارات المرور إلى وقوع العديد من الحوادث لذلك يجب الالتزام بإشارات المرور للحفاظ على حياة الجميع عزيزي قائد السيارة عليك التلتزم بما يلي أول حاجة عدم الانشغال في الطريق بأي عمر تاني حاجة معرفة معاني صور الإشارات المرور قبل البدء في القيادة تالت حاجة عدم التحدث في الهاتف أثناء قيادة السيارة يبقى العنوان اللي هو من دهول إشارات المرور المقدمة لما قال لك يؤدي عدم الالتزام بإشارات المرور إلى الوقوع إلى عديد من الحوادث لما قال لك في الإرشادات قال لك اللي هو عدم الانشغال في الطريق بأي عمر وقال لك معرفة معاني صور الإشارات وعدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة طيب هنا بيقول لك اكرأ المطوية بيقول لك حافظوا على البحار طبعا ده العنوان وبيقول لك بعد كده هل تعلم طبعا المعلومات اللي هو بيقولها لك البحار مصدر غزاء مهم للإنسان وملايين الكائنات البحرية تعيش فيها وحوالي 30% من الغاز والبتور يستخرج منها دي كلها معلومات هوم الدهاني لما قال لي معلومات تانية اللي هو لو تلوست الماء وماءة الكائنات الحية خسر العنب الطاقة المستخرجة من البحار يبقى هل تعلم وماذا لو دي كلها من المعلومات حافظوا على البحار ده العنوان النصائح لما بيقول لك يجب علينا مثلا توعية الناس بدلوة الحفاظ على البحار اصدار قوانين تعاقب من يلوث البحار ده كله فيه النصائح يبقى لما يجي أحل ويقول لي ايه هو العنوان هقول له حافظوا على البحار أما يقول لي معلومات أخطر بقى أي معلومة من الجدولين دولة وقلت مثلا إن البحار مصدر غزاء مهم للإنسان لما يقول لي نصائح أخطر نصيحة من الجدول فأقول له مثلا توعية الناس بدلوية الحفاظ على البحار أو أقول له إصدار قوانين تعاقل من يلوث البحار طيب نمرة ستة بيقول لي اقرأ المطوية ثم أكمل طبعا ده جزء الكتابة هيختل لك مطوية من المطويات دي أو لوحة إرشادية من اللوحة دي مش هيجيب لك كل دمع بعضي ولكن هي دي الأسئلة المتوقعة ييجي منها فكل مدرسة وكل إدارة تعليمية هتبقى عاملة امتحان لمجموعة المدارس بتاعتها فكل مدرسة هيكون امتحانها غير فهتلاقي إن انت جات لك مثلا مطوية مدرسة تانية جات لها لوحة إرشادية مدرسة تالتة جات لها عن موضوع معين مدرسة رابعة جات لها عن موضوع تاني فأنت بتتضرب عشان هتلاقي سؤال من دولت في الامتحان عندك مش هتلاقيهم كلهم هتلاقي واحد في الكراءة المتحررة واحد في النصوص يعني خمسة ستة كده في النحو وخمسة ستة جمال كده في النحو من كل حاجة خدناها أتلاقي واحد في المطوية أو في اللوحة الاسترشادية أو هكذا طيب يقول لك اقرأ المطوية ثم أكمل طبعا خلاص عرفنا أن المياه والحياة ده كده هيبقى العنوان أن المعلومات اللي أنا هقول له مثلا الماء يشغل 71% من كوكب الأرض مثلا يعني زي ما هوم الديني أو هقول له مثلا الإنسان يعتمد على الماء في شرب وسقي النباتات والحيوانات أو هقول له أن مثلا المياه لما بتتلوس وبنسقي بها النباتات ده هيؤدي إلى مرض الإنسان ولما يقول النصائح هقول له مثلا صيانة صنابير ومواسير منعا للتسريب بتاع الماء أو لما هقول له ضرورة توعية الناس بضرورة ترشيد استهلاك الماء يعني هختار نصيحة من دي وقول له عليها يبقى العنوان الماء والحياة المعلومات الماء يشغل 71% من كوكب الأرض جبتها من العمود الثاني في الجدول النصائح مثلا اللي هو صيانة الصنابير والمواسير منعا للتسريب الماء وبكتبها بالنص زي ما هي مكتوبة عندي في الجدول طيب السؤال رقم 4 بيقول اقرأ المطوية ثم اكمل طبعا هوا الماء سر الحياة ده هيكون العنوان المطوية بتتحدث عن ايه بتتحدث عن ان الماء هي سر الحياة بيقولي هل تعلم ان الماء مادة شفافة عديمة لون والرائحة وهو مكون للأنهار والبحار والمحيطات وكذلك للسوائل في جميع الكائنات الحية طبعا دي هو كده يعني كاتب لي معلومات وهو هنا ما طلبش مني المعلومات لو طلب كنت هقول له المعلومة دي وهنا واجبنا عندي هنا النصائح لما بيقولي نحاول شرب كمية كافية من الماء ونتناول الطعام الذي يحتوي كمية كبيرة من الماء طبعا هنا دي نصيحة بس هو ما طلبش مني نصيحة لو كان طلب مني نصيحة كنت كتبتها يبقى العمود الاول في المطوية بيكون العنوان العمود التاني والتالت بيكون المعلومات والعمود الرابع بيكون الارشادات او النصائح طيب تعالوا نحل بقى بيقولي تتحدث المطوية عن ايه؟ طبعا بتتحدث عن المياه عنوان المطوية كان ايه؟ ان المياه سر الحياة او الماء سر الحياة الهدف من الصفحة التانية اللي هي بتاعت هل تعلم اني دي طبعا بيكون الهدف منها معلومات الهدف من الصفحة التالت اللي هي بتاعت ماذا يحدث لو بتبقى تحليل وإقناع الهدف من الصفحة الرابعة بيكون الشهادات ونصائح طيب اقرأ التقرير التاني عن رحلة ثم اكمل التحليل بيقولكمنا يوم الجمعة الموافقة 4-3-2022 برحلة الى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفستاط تجمعنا الساعة السامنة صباحا يعرض المتحف صورة متكاملة لتطور الحضارة المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث ومن اهم المجموعات المتميزة الفريدة من المتحف المميوات الملكية وعرضها باحدث التقنيات التكنولوجية والمتحف مركز بحسي وتعليمي مهم للباحثين والزائرين وكنا نرجو عمل أنشطة وورش لتعليم الأطفال حرف ترتبط بالحضارة المصرية وأطار بتخفيض رسوم الدخول خاصة لأباء والأمهات لأني أتمنى عن أصحب أمي وأخوتي لزيارة المتحف بيجي بقى بعد كده بيسألني الزمان كان امتى طبعا هو جايبها لي في الكتعة قال لي انه كان يوم الجمعة 4-3-2022 سألني التحرك كان امتى هو طبعا كان كاتب في الكتعة ان التحرك كان الساعة السامنة صباحا سألني الرجوع كان امتى هو ما كتبش الرجوع امتى طيب سألني المكان فين طبعا كان المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفستات وهو أي اللي عليه سألني بقى اقتراحاتي فأنا كنت باقترح من خلال القطع المكتوبة دي كنت بقول وطالب بتخفيض رسوم الدخول ده أول حاجة خاصة للأباء والأمهات وكنت بقول لي أني أتمنى أن أصحب أمي وأخوتي لزيارة المتحف طيب أهم السلبيات أنه طبعا رسوم الدخول مرتفعة خاصة للأباء والأمهات طيب أهم الإيجابيات أنه بيعتبر المتحف ده مركز بحسي وتعليمي مهم للباحثين والزائلين وبرضو جبتها من القطع طيب تفاصيل وحقائق دقيقة أنه أنه إحنا بنتجمع في الساعة السامنة صباحا وشاهدنا تطور الحضارات والمميوات الملكية الفريدة وتم العرض ده بأحدث التقنيات التكنولوجية لما إحنا شايفين إحنا بس بنفهم القطع اللي جايب هالي وبمنى الجدول ببيانات كلها من القطعة بشوف الحاجة اللي هو بيسأل عليها وبكتبها بالنص من القطعة زي ما هي مكتوبة عشان أكتب الهجاية بتاعتها صحيحة طيب بقي معنا سؤال الإملة والإملة دلوقتي بقت السؤال بتاعها برضو مختلف مش اللي هو بيخش مدارس ويمليك قطعة إملة ولكن بيجيب لك قطعة وإنت المفروض بتشوف الكلمات اللي مكتوبة غلط وتعيد صياغتها يعني مثلا هنا بيقولك في صباح يوم مشرك طبعا صباح دي بالصاد مش بالسيل فأول جملة هنا عندنا فيها كلمة غلط فشطبت عليها وكتبت كلمة صباح اللي صح وبعد كده بيقولي في صباح يوم مشرك جميل ذهبت إلى معنمتي في المدرسة اللي أتحدث معها ولكن لكن هنا نام كاف على طول ما فيهاش ألف فبرضو شطبتها هنا وكتبت لكن صح ووجدتها مشغولة ولهذا قررت أن أذهب إليها في وقت لاحق ولكنها بردو لكنها هنا لا مكاف على ظل ما فيهاش ألف فبقى إيه بشطبها ولكنها لحظت وقوفي ونادت علي أنت فطبعا أنت ما فيهاش إيه أنت بتكتب بيته وتحتيها القسرة يا طالبتي المفضلة هل تريدين التحدث إلي فقلت لها طبعا قلت بالكاف مش بالكاف فقلت لها نعم يا معلمتي في حصة اللغة العربية حصة بالصاد مش بالسين بالأمس بالأمس طبعا بالسين مش بالسه كان لليل عديد من الأسئلة الخاصة بطريقة كتابة المقال فردت المعلمة عليها ردت بالدال مش بالضاد سأعيد شرحها لكما يعني هي المفوضة اللي هي لكي وهي اتكتبت لكما هي المفوضة لكي عشان إيه تبقى الجملة مستوية المعنى يعني مرة أخرى يا عزيزتي فإحنا زي ما شايفين نجيب قطعة والقطعة بيكون فيها حروف هجائية غلط مثلا حاجة بالصاد مكتوبة بالسين حاجة ما فيهاش ألف حطالها ألف حاجة بتكتب بالدال مكتوبة بالضاد بتتدي انت ايه تصححيهم برضو بيجيلك الجملة مثلا هو بيكلم واحدة في المفرد فبيقول لها لا كيف مش لكما فايه تبتدي انت تصححي الحاجات دي كلها هو دوت سؤال الإملاء طيب بعد كده برضو عندنا علامات الترقيم فبيجوم لي جمل وبيقول لي اختار اختار الإجابة الصحيحة وقال يا أبي الماء سروا الحياة المفوض بعد قالها بحط النقطتين اللي فوق بعض أما بيقول اقرأ كتابا طبعا ده فعل عمره جملة عمره بحط بعضيها الفصلة أما بيقول ما أنفق عادة التدوير ده اسلوب تعجب فبحط له علامة التعجب اللي هي الواحد وتحتها نقطة أما بيقول ماذا تفعل إذا تعطى الجهازك الإلكتروني ده سؤال فالمفوض أنهيه بعلامة استفهام لما بيقول أعيد استخدام الأشياء القديمة المفوض دي جملة فيبقى آخرها نقطة أما بيقول ما أسهل الامدحان ده برضو تعجب يبقى بحط علامة تعجب لما بيقول أنا لديه هاتف وأخي لديه حسوب يبقى بحط فصلة لأنه إيه بقرر اختيارات كتير ولسه الجملة بنتهتش فبحط الفصلة أما بيقول قال المعلم أول بشوف كلمة قال أحط النقطتين الفوق بعض أما بيقول كيف تتخلص من النفايات شفت أداية استفهام فالمفوض أن أنا حط علامة الاستفهام أما أقول قطرة الماء هي الحياة حطيت النقطة قالت سميرة يبقى نقطتين على طول إعادة التدوير توفر المال يبقى جملة يبقى آخرها نقطة هل يمكن إعادة تدوير الوراق المستعمل يبقى آخره علامة استفهام أخي يحب كرة القدم يبقى طبعا أنا باتكلم عن أخويا يبقى آخر الكلام نقطة لأن أنا كده خلصت إنما لما يكون بقول وكذا يبقى فيه خيار تاني يبقى المفوض أن أنا أختار الفصلة يبقى أنا لما بقول على حاجة كذا وكذا يبقى قبلها فصلة لما بقول قالة يبقى علامتين النقطتين اللي فوق بعض لما بجيب سؤال يبقى علامة الاستفهام لما بجيب تعجب يبقى علامة التعجب لما بتخلص الجملة يبقى حط نقطة على طول أما بقول ما أجمل الجو في الربيع فده تعجب فهحط علامة التعجب اللي هي الواحد وتحتها نقطة سؤال كمان بيقول تخيل علامة التعجب المناسبة بما بين الأقواس لما بيقول لي قالت طبيب حطت النقطتين فوق بعض هل تناولت الدواء اليوم اسلوب استفهام فحطت له علامة الاستفهام أما بقول قال المريض يبقى حطيت النقطتين اللي فوق بعد اما بقول فانا احرص على تناول الدواء والطعام الصحي بانتظام خلصت الجملة فحطيت نقطة لما بقول ما اجمل ان نعيش اصحاء انا بتكلم في تعجب باسلوب ما اجمله يبقى حطيت علامة التعجب اما بقول قال ااا الاب لابنه يبقى بعديها بحط النقطتين den فوق بعد اما بقول هل زاكرت يبقى حط علامة الاستفهام اما بقول قال الابن لقد زاكرت اللغة العربية يبقى هو قال وخلص الجملة خلاص فحطيت نقطة أما بقول وكنت بأداء الواجب وسأكون بمذاكرة الرياضيات بعد تناول الغذاء فما أجمل أن نؤدي الواجبات بانتظام فحطيت علامة التعجب أما بقول ذهبت مع أبي إلى البحر وسألت والدي يبقى أحط هنا الفصلة وبقول وسألت والدي كيف أصطاد يا أبي يبقى أحط علامة استفهام حطيت فصلة لي عشان فيواء طيب ما أجمل الصيد يا أبني يبقى حطيت علامة التعجب فهو يعلم الصبر حطيت في الآخر النقطة كده أنا خلصت معاكم حل أسئلة الوزارة لمادة اللغة العربية عايزة أذكركم أنه هو مش تخصصي أنا تخصصي مادة اللغة الإنجليزية ولكن أنا بحاول أساعد حبيب الطلاب ولادي الأعزاء طلبة الصف الرابع لابتدائي بأي حاجة بقدر عليها فعشان كده بتلاقوا على الصفحة شرح الفيديوهات الحاسب الآلي عربي ولغات وبتلاقوا شرح للمهارات المهنية وبتلاقوا شرح للدين الإسلامي بتلاقوا مراجعات وحل أسئلة على الدراسات بتلاقوا كمان حل الأسئلة الوزارة نازل بالشرح وكل يوم إن شاء الله قبل الامتحان هتابعكم فيديوهات الشرح ده كله محاولة مني لتسهيل وتخفيف العب على طلبة الرابع ابتدائي إنما أنا تخصصي هو اللغة الإنجليزية وبشرح وبقدم منهج اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي شكرا على حسن استماعكم أتمنى لكم إن شاء الله امتحان سهل وميصل ما يخرجش بره الأسئلة دي نحلوا ونجيب فيه الفول ماركس كلها إن شاء الله ونفرح نفسينا ونفرح أهلنا ونبقى فرحانين بشهادتنا وفرحانين إن إحنا اجتهدنا وفرحانين إن إحنا تميزنا في سنة مختلفة أخدنا فيها كم من الثقافات وكم من العلوم كبير جدا واجتهدنا وتعبنا فيها وهنحس بعد كده إن إحنا بقى مخينا أكبر من سننا بكتير إننا بقينا بندرس ونتصكف ونتعلم بحاجات تفوق السن بتاعنا فربنا معاكم وربنا يوفقكم وربنا يفرحكم ويفرح أهليكم بيكم يا رب أي استفسار أي حاجة عايزينها اكتبولي عبر الكومنس أو رسلوني على صفحة منارة العلم إنجلش فور يو اللي لسه ما اشتركش فيه صفحة منارة العلم إنجلش فور يو على الفيسبوك يعمل اشتراك ويفعل المتابعة ويفعل المفضلة أولا ويفعل الإشعارات عشان توصلوا كل اللي احنا بنقدمه واللي ما اشتركش على قناة منارة العلم إنجلش فور يو على اليوتيوب يروح يشترك عليها ويعمل تفعيل الجرس عشان يوصلوا كل اللي احنا بنقدمه ولو الفيديو فادك من فضلك ما تنساش صاحبك أو جارك أو قريبك اعملوا منشن اعملوا مشاركة عشان دي تبقى زكاة علمة ما تقفش عندنا تبقى حلقة متصلة الكل يستفاد بيها ان شاء الله شكرا على حسن استماعكم عايزة أفكركم تاني إن مش الكم الهائل من الأسئلة دي كلها اللي هيجيلك في الامتحان انت هيجيلك قطعة قراءة متحررة واحدة قطعة نصوص واحدة مجموعة من أسئلة اللي نحن مثلا خمس ستة أسئلة هيجيلك نوع واحد من أنواع التعبير أو من أنواع الكتابة هيجيلك مثلا نقطتين أو تلاتة من علامات الترقيم وهكذا عرفنا مع بعض إن احنا القراءة المتحررة دي بنقرأ القطعة اللي أمامنا وبنفهم هم عايزين ايه وبنبتدي نجاوب على الأسئلة بيبقى فيه سؤال مقالي سؤال حط العنوان المناسب للكتعة سؤال صحة وغلط وأسئلة المعنى والمضاد والجعب النصوص هكذا الأمر ودايما بيطلب مني كلمة على الوزن بروح أجيب كلمة على الوزن والكافية من نفس البيت بيطلب مني برضو معنى سواء جايبها لي اختيار أو سايبها لي مفتوحة أكمل أنا اللي باجيبها برضو بيسألني عن شرح بيت معين أو عن معنى بيت بيكون بيشرح جملة معينة بروح أن أنا أجيبه منها الكتابة زي ما احنا طبعا نحن تطبيق مباشر لقواعد بتاعت الدروس اللي احنا تعلمناها موضوع الكتابة موضوع الكتابة برضو مش هيخرج عن النمازج اللي احنا أخدناها وشرحناها مع بعض موضوع الإملة بيجيب لك قطع إملائية بيكون فيها كلمات مكتوبة غلط مثلا كلمة بالصاد بيكون عملها بالسين أو العكس أنت بتطلع الكلمات دي وبتصحح الإملاء بتاعتها وبيجي لك بقى الخط العربي بتكتب الخط زي ما هو موجود بخط جميل بتحافظ على نظافة الورقة بتاعتك وموفقين بإذن الله بقرر التهنئة بشهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم بإذن الله وإن شاء الله حبيبي بكرة يطمنوني ويقولوني إن الامتحان جيب الضغط من الفيديو وإن هم وفقوا في الحل ووفقوا في الحصول على الدرجة النهائية بإذن الله شكرا على حصة استماعكم كان أشمعكم منارة العلم إنجليش فوريو With my best wishes Thank you and goodbye A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing